فيديو اليوم مختلف عن باقي الحلقات نصائح وأهداف للعام الجديد دفعت عمري لأعرفها وهي بالحقيقة مستوحات من تجارب شخصية لإلي ولكن الطريقة اللي رح أقدم فيها هيد النصائح والأهداف مختلفة عن باقي الحلقات اللي بعطيكم عادة الخطوات بشكل مباشر فيديو اليوم رح أخبركم قصص وتجارب صارت معي أنا شخصياً وكل تجربة رح عنونا بالتايتل أو بالكتابة رح يظهر قدامكم على الشاشة المغزى من القصة لعلّا من أكتر الفيديوز اللي هلأ كتير بتكتر ببداية العام الجديد هي ناس اللي بيحكوا عن أهم إنجازاتهم ونجاحاتهم اللي حققوها بالعام 2021 وأيضا في منهم بيعطوا نصائح كيف لازم تكون ببداية العام الجديد والبعد الآخر بيحكي أبراج واليوم رح أعطي رأيي بكل هيدة الأمور أولا إذا بدي أحكي أنا أهم إنجازاتي بالعام 2021 مش ضرورة تكون عادة الإنجازات إنجازات كتير كبيرة وإنجازات كتير عظيمة أحيانا تفاصيل صغيرة وعادات صغيرة تعتبر إنجازات يعني أنا مثلا كان عندي عادي سيئة وغريبة كتير يعني أغلب أصحابي اللي بيعرفوني كان يقولولي أنت كتير غريبة بهيد العادي ألا وهي كنت فرشي سناني قبل ما أكل والكل يقولولي أنه بتفرشي سنانك بعد الأكل مش قبل الأكل بعام 2021 صرت فرشي سناني بعد الأكل مش قبل الأكل أيضا من إنجازاتي التانية مثل نزلت كتابي فن العلاقات أيضا كنت فريق عمل أنا مش بس بال2021 من لما بلشت من 2017 أنا فريق عملي يعني ما عندي أي حدا بساعدني بأي شي من منتاج لتصوير لإخراج لإعداد لتقديم لكل شي من أبسط الأمور لأكبر الأمور كن فريق عملك بأي عمل بدك تعمل وهي أهم نصيحة ما تعتمد على أي شخص خاصة بالشغل لإنت عندك شغف فيه لأنه قد ما كان هيدا الشخص مخلص لإلك ومخلص لعمله مش رح يعملك الشغلة بنفس الحب لإنت بتعمله لشغلك طبعا تعبنا كتير من الكورونا تعبنا كتير خاصة من الأوضاع الاقتصادية بلبنان ومن أهم إنجازاتي أيضا أني جبت يو بي اس لحتى اتعامل مع قطعة الكهرباء سواء بالصيف أو بالشتاء فهيدي كمان يعتبر من إنجازاتي من إنجازاتي أيضا أنه بقيت بلبنان ولم أهاجر والكل بيقولوا هاجروا 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 يعني هلأ لا أحكي الصراحة أنا لو بحاجة إني هاجر كنت هاجرت من زمن بس الحمد لله ما إني بحاجة للهجرة ولكن طبعا بتأثر بالظروف بتأثر بالأجواء المعيشية بالأشخاص اللي منشوفهم أنه هني عم يتهجروا أو أغلب الشباب 70 أو 80% من الأشخاص اللي بعرفهم صاروا بره شيء بأوروبا شيء بالخليج شيء بأمريكا يعني ما بقي حدا الأغلبية 80% هاجروا من أهم إنجازاتي أني بقيت بلبنان بقيت بوطن ولابسي اليوم مثل ما بلاحظين أبيض وأحمر نقصني بس الأرزي الخضرة وهيدا أنا بفتخر أني قدرت تكون بلبنان مش بحاجة أني سافر وهيدا الشيء الفضل لا يعود إلى الزعماء بالعكس الزعماء سرقوني ولا أدين لأي شخص فيها لا زعيم ولا حزب سياسي ولا أيا كان تبدين لنفسك لما تكون سيد نفسك مثل ما قلنا بنرجع للبداية لما تكون أنت فريق عملة مش بحاجة أنك تسافر ما تسافر بس لما تكون بحاجة أنك تسافر المدخول الشهري اللي إلك كتير ضعيف ما قادر تلبق احتياجاتك الأساسية عندك عائلة عندك مصاريف كبيرة أكيد يعني بحترم قرار الأشخاص لسافروا وأكيد لو هني مش بحاجة للسفر ما كانوا سافروا تانيا إذا أنا مش بحاجة لإني سافر بعوده بكرر مش ضروري السفر لأنه أحيانا قد نحقق إنجازاتنا بنفس بلدنا بنفس المكان لنحنا عايشين فيه ولا خاص للزمان ولا المكان بعوده بكرر أنت المسؤول عن نجاحك إذا اشتغلت على قدراتك ولكن إذا لقيت أنه نجاحك ومجال عملك غير متوفر بالبلد اللي أنت عايش فيه فمش غلط أبداً إنك تسافر إنك تبحث عن فرص عمل برا وإذا لقيت هيد الفرص متوفري برا روح لإلى يعني ما فيه أي عاب ما فيه أي مشكل كل واحد حسب ظروفه وحسب إمكانياته يمكن تستغربوا أنا لبنانية ومبناء هلأ أغلب اللبناني بيطلعوا بيسبوا للبنان وبيسبوا للعيش فيه وبيسبوا للأوضاع الاقتصادية وبيسبوا لكل شيء ولكن إذا زعيمك أو إذا حزبك أو إذا الزعمة والنظام بشكل عام فاسد فمش معناها أنه أنت تكره وطنك وأنك تتبرى من وطنك لأنه الوطن شيء والزعيم شيء واللي بينكر أصله هو بلا أصل واللي بيسب لوطنه هو شخص ما إلو وفا ولا لأي بلد لا لتركيا ولا لأوروبا ولا للخليج اللي بيسب وطنه ما في خير ولا لأي بلد بالعالم أما الأبراج ما تزعلوا مني جامعة اللي بتقدموا أبراج ما تزعلوا مني واللي بيقولوا لي أنت كنت تقدمي أبراج أي أنا كنت تقدم أبراج وهلأ رح أعطي رأيي بشو كنت تقدم ولكن تقدم أولا بالنسبة للأبراج الأبراج بقسم منه صح وبقسم منه غلط القسم الصح هو القسم الذي يتعلق بتحليل بعض الشخصيات وبعض الصفات الشخصية مثل مثلا برج الحمل بيقوله عصبي ولكن قلبه طيب برج الثور مثابر وإذا حطت برأسه شغلي بده يعمل برج العزراء مثلا دقيق الملاحظة وعنده حس النقد برج الميزان ديبلوماسي واجتماعي برج الجوزاء صحيح مزاجي ولكنه زكي بالأمور اللي فيها بزنس وإدارة أعمال برج السرطان بيقوله بيتوتي وعنده حس وزوق عالي بالطبخ وبالفنون وغاية برج الحوت عاطفي وحساس برج الدلو زوقه صعب ولكنه شخص بحب المساعدة وبحب يساعد الآخرين ولجماعة برج الأسد مثلا بيقوله برج الأسد قيادة شخصية قيادية وعنده حب الظهور وبيحب يكون بارز بأي مكان بروح لإله أيضا كمان بيقوله برج العقرب عنده حس فني وعنده زوق فني عالي ولكنه شخصية غامضة نوعا ما ولكن بيمتلك كاريزمة وبيمتلك حب للفنون وعنده زوق بالفنون والأدب وغيرها من الأمور وأنا حسب إيماني الشخصة بآمن فقط بصفات الشخصيات أما القصم أبراج اللي بيتعلق بأنه عندك زواج وعندك طلاق وعندك عمل وعندك أبضى مالية وفي عندك نجاح وفي عندك فشل هيدا كله خطأ طبعا طبعا بتمنى لكم السعادة والنجاح بالعام الجديد وبجميع أعوام حياتكم أنا بشوفكم في فيديو تاني وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر